موقف بقى من الكواليس ما تنسهوش مع الكابتن محمد أبوتريكا أقول لك اتكارت هو مش موقف بيني وبين أبوتريكا هو موقف كان مطش الإسماعيلي قبل النهائي سيمين فقائنا الكهاز مصر فأبوتريكا ما كانش موفق الشوط الأولاني خالص فمستر مامور بزيل دخل بينه شوطين فكنت كابتن أحمد حسن كان قاعد كده وأنا وجنبي كابتن أحمد باركات كده أبوتريكا والجمعة حضري كده فأنا كنت بقى لعب أساسي الكاس كله ده كان سيمي فأنا مطش إسماعيلي المهم دخل وزعق جامد وكده وبعد كيس سأل واحد واحد فقال لي كابتن أحمد حسن كان عندي العيب رقمتين وعشرين فين فقابتن أحمد حسن عمل كده وبعدين سألني كان فيه لي عندي العيب موهوب اسمه رقمتين وعشرين فين هو أنا عايز أفهم حد يرد علي رد فأنا بس قلت له أهو فالمهم رحمة زعاق لي قال لي هو فين أنا مش شايفه تمام فقلت له أبوتريكا هو والناس اللي عيبها طبعا كله عاوز يضحك وكده فقلت له أبوتريكا ده موجود والشروط تاني إن شاء الله يبقى كويس قال لي لا مش حاجة اسمها كده لازم يبقى يلي هو ومش عارف ايه رحمة عديه فسأله بقى قال له انت قال له انت فيه رقمتين وعشرين كان عندي هنا ما تعرفش راح فين وحمسه بطريقة زكية نزل اول لمسة أبوتريكا شروط تاني جاب جوله هل فعلا كابتن أسام الحضري ظلمت؟ أكيد طبعا وجوده مظلم لنا بس ده ظلم ناس كتير مش عاوزه للظلم مداش فرصة كويسة للناس تلعب زي الفرصة اللي زي دلوقتي اللي موجودة يعني وجوده كان بيلعب مع النادي الآلي بشكل أساسي ومنتخب فأنت عندك مقفول عليك في المنتخب ومقفول عليك في النادي هو كان بيقد بشكل كويس ومشي بشكل مستوى كان بيزيد يمكن أنا شاركت أكيد بس بعض يعني كاس مصر كنت بقى شارك لو خدنا دوري بكامل لنا الدوري فلعبت وشاركت اتعور هو في كده شاركت لكن مش بالصفة أساسية فبالتالي بتروح المنتخب ما بتروح المنتخب هو الأساسي سواء حتى لما احترف أو هو موجود في النادي الآلي وحراس كتير يعني ساعتها عبدالواحد ما اخدش فرصة هو عبدالمنصف كابتن نادر كان الفترة الأخيرة كان فترة المكان متواجد برضو خد فترة أنه يلعب بشكل أساسي ومتعنا تسعين لحد ألفين ألفين ومسلا نقول ستة سبعة كان هو بلعب بشكل أساسي كان محترف وكان الحضري يمسك من ألفين وستة بقى وأنت طالع لعب فبالتالي أنت معندكش فرصة أصلا أنك أنت تلعب وكلما يجي لي عرق أو يجي لي عدد احتراف كالنادي الآلي يقولك لأ أنت مستقبل إليه فخليك أبرز بقى المواقف اللي ما تنساهاش مع سامن الحضري آه الموقف اللي ما سافر آه لما سافر كان عندنا مطش المصري هو كل مطش بتليه مركز في التسخين والتمرين وكده فهو تكلم معي قال لي فشافني كده فقال لي تعالى فقالت له ماشي فجيت وأنا كل مرة بعض أقول له طوفية كابتن مش عرف إيه فقال لي بص بعد المطش يحصل حاجة خير يعني ليه وليك وقتاله طب خير ليه وليك ماشي انت بتلعب خير يجي إزاي ما قال ليش قال لي قال لي هقولك بعدين وبتعلم تكلمني بالليل ومندردش بعد المطش ربنا يا كرامنا وكده كنا كسبنا واحد صفر أعتقد في المطش ده تعريبا أو متعب مش فاكر فدخلت الأوضة ابتديت إيه يعني أعرف شوية من كانت مادة النحاس قال لي ساعتها أنا عارف الحضر عاوزك في إيه وكده لأنه برضو ده الكلام ده كان في التسخين الملعب بعد ما دخلنا الأوضة وهو بياخد شاور باعشان يجزل المطش وقبل ما نرى الفتحة فبقول له مش عايز تقول لي برضو قال لي خلاص باعقول لك بعدين فكان ساعتها كبتع مادة النحاس بيني وبيني يعني أنا قاعد وكبتع مادة النحاس والحضر فقال لي أنا عارف الحضر عاوزك فيه والتولي قال لي اقول لك بعدين الترو برضو بعدين عدى المطش فبعد المطش بقى رح قال لي قال لي الشكل الحضر اللي ما ضفنا لي تقولت له ازاي يعني مش فاهم حاجة لسا ده ان الحضر هيسافر لأوروبا طيب ما يش هيسافر لأوروبا يعني اكيد مفروض ما لو فيها احتراب بنقعد والنادي ونحتفل ودنيا ففجيت الصبح انك كانت عمدنا الحاس بالكاملين الساعة تمانية قال لي مش انا قلت لك قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له على ايه انا مش فاهم حاجة كان عندنا معذكر مطش المحلة قال لي الحضر الوقتي في طيارة في السويسرا كذا 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 خدقتش مدهدقش غير وانا عارف النادي يعني انا في التمرين مش لقي مش موجود الحضر يفهم والناس كلها بقى سبوت كله عليك الكاميرات كلها وانت مساعة من زدت من العربية لحد المحلة هناك الناس بتصوارك جوه الترقة والكاميرات حدث بالنسبة لي موقف مش هنسيه طبعا قلت خلاص يا بداية بقى انت هتقلق